الرحمة إلى شهداء الحجد الشعبي وقواتنا المسلحة والشفاء العاجل لجرحانا بالتأكيد هذا العدوان المتكرر ينمى عن ثمة استخفاف واستهتار بكرامة ودماء العراقيين والسيادة الدولة العراقية وأعتقد بيان القائد العام للقوات المسلحة ربما هو الأعلى من نوعه في اختيار مفرداته وكذلك في تبيين مدى هذا الاستخفاف وهذا الاستهتار بهذه الدمار بالتأكيد من جانب آخر الحكومة العراقية وشخص السيد السوداني بذل جهود مظنية خلال الأسابيع الماضية من أجل إيجاد تعليق لفصائل المقاومة ضد الوجود الأمريكي في الداخل العراقي وحصل الاستجابة وبيان كان واضح لكن العملية الأخيرة بالتأكيد سوف تؤدي إلى تقويض هذه الجهود وحتى فيما يتعلق بالمفاوضات ربما البعض يراها تؤدي إلى حالة من التراجع لكن أنا في تصوري أن هذه العمليات سوف تزيد من زخم وأصرار حكومة السيد السوداني وشخص السيد السوداني على تسريع هذا الوجود الأمريكي على وجه الدقة أو حتى على مستوى التحارف الدولي خاصة وأنه الآن جاء بدعم سياسي كبير من قبل غالبية زحامات القوى السياسية العراقية بمعنى أن هناك ثمة حصانة ودعم سياسي لقرارات الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أيضا بدوره يطالب الحكومة بضرورة تسريع إنهاء هذا الوجود وهنا المنعطف لربما نحن نتحدث الآن عن مفاوضات فنية عسكرية بين جانبين بين الجانب العراقي وقوات التحارف الدولي لكن انطلاقا من هذا الاعتداء الأخير في منطقة عكاشات والقائمة الآن لربما البعض يتحدث عن دور مهم للبرلمان في مسألة تنفيذ القرار القاضي بإخراج القوات الأجنبية الأسيما الأمريكية من العراق البعض يتحدث عن دور للقوى السياسية هل نتحدث الآن عن توقف لهذه المفاوضات والمباشرة بتنفيذ القرار النيابي سيد العطوان لا بالتأكيد لا يجد ثمة تتقاطع ما بين الجانب الفني وهذا الجانب الفني هو أيضا طلب عراقي وليس طلب أمريكي حتى نوقف هذا الجانب الفني وما بين الجانب السياسي أقول الجانب السياسي بعد هذه العملية العدوانية والإجرامية أعطى زخما إلى المفاوض العراقي وإلى القائد العام للقوات المسلحة بأن قراره بإنهاء ما يسمى بالتعالف الدولي هو قرار صحيح وأصبحت كل المبررات العسكرية والأمنية لهذا التحالف غير منطقية وغير مقبولة بل أن هذا التحالف أصبح يمثل تهديد ليس لدول الجوار كما كنا نقول سابقا بل للداخل العراقي ولمؤسسات العسكرية العراقية إذن الموقف السياسي على مستوى القوى السياسية على مستوى البرلمان العراقي سوف يعطي زخما وأكثر إصرارا للحكم العراقية بإنهاء هذا الوجود أو تسريع جدولة إنهاء هذا الوجود وهذا يعتمد أيضا لربما عن ستراتيجية جديدة يتبعها العراق في مسألة التفاوض مع قوات التحالف الدولي كيف ممكن أن نفهم أن العراق سيتعامل مع ستراتيجية جديدة فيما يتعلق بالتفاوض انطلاقا من هذه الاعتداءات الأخيرة الاستراتيجية ثابتة يعني لا تتأثر بالعمليات العسكرية الميدانية بمعنى أنه عندما تم اتخاذ القرار أو هذا القرار طبعا منذ تشكيل حكومة السيد السوداني من ضمن أولويات العسكرية والأمنية أنه إنهاء الوجود الأجنبي في العراق وتحديدا التحالف الدولي هذا بالتأكيد نابع من قناعة ذاتية لدى كبار ضباط قواتنا المسلحة بأن القدرات العسكرية والإمكانيات الفنية لدى القواتنا المسلحة كافية لحماية سمائنا وأرضنا وحدودنا هذه العمليات الإجرامية العدوانية التي تقوم بها القوات الأمريكية تحديدا زادت من قناعة الصحاب القرار العسكري والأمني وكذلك زادت من قناعة القوى السياسية التي ربما كانت في يون من الأيام مترددة في بقاء أو عدم بقاء هذه القوات الأجنبية هذه العمليات بالتأكيد حصل على إجماع ربما سياسي بأن الوجود الأمريكي على وجه الدقة غير مرحب به لأنه أصبح يمثل تهديد للسلم والأمن في الداخل العراق وأيضا نتحدث عن هذه الاعتداءات وأشرت في سياق الحوار عن تعليق بعض الفصائل المقاومة العراقية عملياتها ضد المصالح الأمريكية هل نتحدث الآن طبعا هذا القرار أعطاء رياحية للحكومة للتفاوض مع التحالف الدولي لكن هل تعتقد أن هذه الاعتداءات لربما هي محاولة لسحب الفصائل والعودة مجددا إلى قصف المصالح الأمريكية أو لربما للطراب أكثر في المشهد الأمني بلاد نشك لأنه الأمريكان يحاولون أن يتذرعوا بأن الوضع الأمني في العراق غير مستقر مرة من خلال جماعة داعش الارهابية التي أصبحت شماعة يلوحون بها كلما طالبت الحكومة الحالية أو السابقة بإنهاء الوجود الأجنبي من العراق على مستوى التحالف الدولي وحتى على المستوى فصائل المقاومة أيضا يحاولوا أن يوصلوا رسالة إلى شركاء الأطار أو بقية القوى السياسية بأن هذه الفصائل هي تقوم بربما تمثل تهديد حتى إلى الداخل العراقي يحاولون أن يستفزوا فصائل المقاومة من أجل الأبقاء أكثر مدة جانب آخر المشكلة أن الأمريكان لا يقصفون مقار الفصائل فصائل المقاومة تقوم بقصف الوجود الأمريكي في العراق وفي سوريا والقوات الأمريكية تقوم بقصف الحيد الشعبي التي هو لا ناقبه وله ولا جمل قضية الثالثة والأهم أن القصف الأخير على التنف جاء من داخل سوريا باتجاه داخل الأراضي السورية بمعنى حتى فصائل المقاومة لم تقم بقصف منطقة التنف والقوات الأمريكية في التنف من داخل الأراضي العراقية كان يفترض بالأمريكان أن يحترموا هذه التعليق الفصائل المقاومة في الداخل العراقي ويقوموا بقصف الوجود العسكري سواء كانوا فصائل أو غيرها في داخل سوريا إذن هذه أصبحت كأنما الأمريكان ينظرون للأراضي العراقية على أنها منطقة رخوة على الصعيد الأمني أو حتى على الصعيد السياسي